صديقنا العزيز والمدير الفني الرائع كابتن ايمن الرمادي يا كابتن ايمن مساء الانوار ازاي حضرتك يا رب تكون بخير الله يبرك فيك قبل ما تسألني بس عايزة احيي حضرتك وسجل اعجابك شديد بشيقتك في الطرح وعدم الاسارة وفعلا فعلا دماسة الخلق فاحنا فعلا والله بنفتخر بالاعلام اللي حضرتك بتقدمه وحاجة جميلة لان انت دايما بتبحث عن دقة الخبر وما بتكونش القصار عندك الهدف الاول فعايزة حيي حضرتك على شيقتك وعلى اعترامك للجميع وربنا يوفقك يا كابتن ربنا خليك يا كابتن ايمن شهد اعتز بيها والله طبعا انت سفرت مبكرا انت رحت ملعبك بقى الامارات ملعبك ايوه كم سنة في الامارات اشتغلت يا كابتن سبعة وعشرين مش كتير سبعة وعشرين سنة مش كتير بشاء الله طيب يعني استعداداتك بقى انت هتلاعب الاهلي يعني ما اتش اعتقد يعني بيحمل الكتير من الصعوبة او انت رأيك ايه؟ اكيد اه 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 فرقنا اللي هي طبعا مطالبة ان هي تقدم صورة محترمة عن الكرة المصرية الاربعة والاهلي وما اقدرها كما الاهلي الاهلي طبعا نادي عظيم اه زيه زي الزمالك حتى بيرامدس نادي وليد اه قوي جدا فبالتالي البطولة صعبة جدا جدا يعني لكن احنا بالنسبة لنا البطولة بالنسبة لنا مهمة جدا نتمنى ان احنا نطلع بشكل مشرف الحقيقة استنى محدد قبلنا بلاء ممتاز وكانت يمكن النتائج مكادش بتعبر عن الواقع بالعكس احنا كنا في المباراتين بصورة جيدة جدا دي حقيقة دي حقيقة اتعشى من احنا استنادي نطلع بصورة افضل يعني احمد قندوسي يا كابتن اخباروا ايه معاكو وهل هتشترو بشكل نهائي هل كده هل كده يعني ايه الاخبار هو احمد قندوسي ذاتي مع المنتخب الجزائي عندها مبارات مهمة جدا طبعا هيلعبوا مبارات تانية توبو بعد المبارات ينضم المعسكر النادي في الامارات لكن هو المشوار هيكون طويل شوية لان هم هيلعبوا في توبو ومنتخب الجزائي هيلعب في توبو بالزبط ان شاء الله بعد رجوعه مع الفريق ان شاء الله ينضم محمد القندوسي يا كابتن من اللعيبة اللي انا عايز اؤكد لحضرتك انا بيعجبني جدا جدا الناس اللي هي زو خلق رفيع لو تعاملت معه انسان فعلا اكثر من محترم محترف يعني في عمله في الملعب محترف بصورة كبيرة جدا اوي مضيع وبعدين من اصحاب المهارة بتاعت الزمن الجميل بتاع زماني اه العيب مهم فعلا هل هيبقى جاهز لمباراة الاهل يا كابتن؟ هو مع المنتخب الحقيقة ان شاء الله يكون جاهز ان شاء الله ربنا يجيبه بالسلامة أنا عندي هو ووحمد رمضان بكهم الاثنين مع المنتخبات منتخب مصر ومنتخب الجزائر اي ونفخر بها في نادي سراميكا من احنا الحمد لله اللعبهم ضموا من خلال سراميكا لهذه المنتخبات ودي بتبقى شهادة واقعية جيدة جدا لفرقتنا الحمد لله هل تنتوي شراء قندوسي ولا لسه الكلام ده؟ انا برضه عشان اكون صارح معك يا كابتن اعتقد من وجهة نظر انا الخاصة ان قندوسي لعب مهم انا محتاجه لكن موضوع الشراء ده دايما بتدخل فيه امور مالية انا مقدرش اتحكم فيها نعم لدي بتبقى قدرات وقرارات الاندية الحاجة الاهم ان قندوسي كده كده حتى لو يعني هيتبع لنادي سراميكا او لنادي برا فهو موسمه ممتد مع سراميكا لنهاية عشرين خمسة وعشرين وبالتالي اعتقد اعتقد واقعيا المفترض ان سراميكا هو الاقرب يعني لان مفيش نادي النهاردة هياخد لاعب يشتري لاعب وبعدين يلعب سنة وبعدين ابقى جيلك يعني فالاندية ممكن شوية تبقى الامور بالنسبة لها صعبة ممكن لقدر لا يقولك هبوط مستوى لقدر لا صعبة فاعتقد ان احنا اعتقد سراميكا اعتقد اقرب يعني واقعيا بيكهم يا كابتن هل هتدول الزمالك ولا برضو لسه في كلام الموضوع ده كابتن والله فعلا بدون مبالغة خد اكبر من حجمه بصورة كبيرة جدا جدا الموضوع لا يتعدى الا ان علاقتنا مع الاندية بشياكا مطلقة الاهل السنة اللي فاتت طلب بكهم اعتذرنا لهم لان احنا حاجة ليه الزمالك برضو السنة دي طلب بكهم اعتذرنا لهم فالامر مش عشان خاطر احنا بالعكس الاندية دي اه يعني اندية بتشرف الكرة المصرية واحنا مفروض كلنا سعيدة لكن احنا طالما في حاجة لللاعب الموضوع تقريبا ما خدش الكلام يمكن اكتر من مكالمة التليفون ان احنا والله في حاجة لبكهم فالمشؤولين تقصيهموا الموضوع ده لكن الموضوع خد اكبر من حجمه في السيشيال الميديا وطلع بقى ده بيكهم بيضغط على سراميكا بيكهم بالعكس بيكهم عارف كويس جدا ان هو في شهر واحد الماضي جدت ثلاث سنين اخرى معانين سراميكا وهو عنده سنة بأربع سنين فبالتالي احنا محتاجينه فصعب ان احنا نفرد فيه الموضوع ما بيدخلش فيه موضوع اهلي وزمائك الموضوع هو موضوع مصلحة سراميكا من بيكهم يستمر معاها في التوقيت الحالي وخصوصا ان احنا تخلينا على العدد كبير من اللعيبة اخرون كان صديق الحمد لله يعني عوضنا ببعض اللعيبة لكن في نفس الوقت احنا فيه مراكز ما نقدرش نستغني عنها زي مركز حراسة المرمى زي مركز المدافعين لان العدد فيه عندنا قليل اه بالضبط طب عمري قلاة بقى قلاة ولعب الوسط راح الزمالي خلاصة كابتن لا ولا الكلام ده فيه ليه اساس من الصحة انا ما اعتقدش ان حتى نادي الزمالي عندهم خبر بالموضوع ده او يعني انا سمعتك كمان برضو على السوشيال ميديا عشان كده انا في المقدمة قلت لحضرتك ايه انا يعني احترم جدا جدا يعني شو اعلم شخصية حضرتك في الإعلام ان انت دايما تتحرط دقة لان الكلام اللي بتقال كلام اكبر من الحقيقة وبيشوشع عن العيبة وبيخلي الموضوع مع عمري قلاة برضو عنده اربح سنين في عقده والموضوع ما تفتحش اصلا فانا مستغرب ان الكلام يعني بيقدار بهذا الشكل ورغم انه هو احنا في النادي بنستغرب بنقول يعني اه 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 ما احنا سوشال ميديا بتروك اخيرا كابتن ايمن يعني هل كان ليك حوار مع قندوسي بعد الازمة اللي حصلت دي والكلام ده والحوارات الالة ولا يعني هاتفيا ما بينك وما بينهم لا لا انا التقيت معا مش هاتفيا في الملعب كمان تاني يوم لانه هو سافر ايه بعد الجلسة الاستماع اللي كان عاملها الكابتن محمد رمضان اه في النادي الاهلي عايز اقول حقائق الحقيقة الاولى يا كابتن ان الكابتن محمد رمضان عايز اشكره من خلال حضرتك وحييه نا تعامل مع القندوسي تعامل راقي شيك نا امنه جدا وقال له انت مش جاي يعني انت جاي لجلسة تستمع نا وتعامل معا ان الكابتن محمد رمضان عارف كويس جدا ان القندوسي لاعب محترف من دولة عربية طبعا ينقل صورة عن الاحداث في مصر نا لازم تبع احسن صورة والحقيقة كابتن محمد رمضان قدم احسن صورة ياخد القرار اللي هو عايزه لكن لما تعامل مع اللاعب في النادي تعامل بشياكة يعني اللاعب كان جاي اثره جدا دماثة خلق الناس هناك والتعامل باحترام وبروكي انا الحقيقة كلام القندوسي تاني يوم معايا كان الموضوع مؤثر فيه جدا انه هو كان رايح متخيل انه يبقى فيه تعنيف وفيه ضغط ليه تعامل شفاف لان الحقيقة لما تيجي تعرف لما تيجي انت تبقى عايز تعرف الحقيقة نا ما فيش دائم من الضغط بالعكس التعامل ده هو احسن طريق لان انت تعرف الحقيقة كاملة وبعدين القرار كمان اللي خده كابتن محمد رمضان او اللي خده النادي القالي قرار فيه عجل كبير جدا يعني هو طبعا شاف اللي القندوسي يتعرض للبيع وشاف يعني القرارات اللي خده الأخرى من خاصة بالنادي القالي لانا مليش علاقة بيها لكن اعتقد ان القرارات حكيمة جدا لكن اكتر حاجة ان عايز اشكر فيها الحاجات دي بتعلم دروس كبيرة جدا هي التعامل مع اللاعب بعد احداث ممكن تكون سخنة على الفاضي يعني اه بالزبط بالزبط تمام كابتن ايمن بشكرك على المداخلة اللطيفة دي وتمنى لك كل توفيق ترجمة نانسي قنقر